تعالوا بقى نروح لخبر تاني احنا لسه في النادي الاهلي كشف امير توفيق عن التفاصيل الخاصة بانتقال لعب الاهلي موليد 2005 عمر خالد بيبو الى نادي اراو السويسري وقال ان اللاعب تمت اعارته لمدة عام ونصف الى نادي السويسري بينية البيع بعد العرض اللي ارسله نادي اراو والرجع الكابتن محمود الخطيب للعرض ده رئيس النادي والمشرف العام على الكرة طبعا وبالمشاورة بشأن الادارة الفنية مع قطاع الناشئين والفريق الاول تمت الموافقة على اعارة اللاعب والذي تجاوز الكشف الطب في سويسرا وانضم بالفعل الى نادي جديد واضاف ان اعارة عمر خالد جاءت ضمن السياسة التي ينتهجها النادي باتاحة الفرصة لعناصر الفريق الشاب او الناشئين للعب في الدرجات الاعلى وفي وقت مبكر سواء داخل او خارج البلاد لاكتساب الخبرات والجوانب الفنية والاستثمار المالي بما يحقق مصلحة النادي شيء مهم جدا يمكن اتبعناها كمان حتى مع بروكتش لما كان موجود في قطاع الناشئين خرجنا مجموعة ودلوقتي النادي الاهلي بيستغلها مهم جدا حاجة زي دي انت كمان عندك كنز في قطاع الناشئين يستغل احسن استغلال في الوقت الحالي سواء الجزء اللي تسجل منهم افريقيا وفيه دلوقتي راجل في الجهاز الفني مسئوليته هو ان هو يكتشف الناس اللي في قطاع الناشئين اللي ينفع او تصلح انها تطلع درجة قولها دلوقتي كمان ان انت تطلع اعراض دول ناس انت بتجهزهم سواء استثمار هتستفيد منهم ماديا او ان النادي الاهلي هستفيد منهم في قطاعه ده خطة ونهجة هيتابعوا النادي الاهلي وبقاله بفترة متابعوا النادي الاهلي الحقيقة وما كذبه هتيجي بعواقق كبيرة ان شاء الله